وللحديث عن دعوات الميليشيات لاستهداف وإزالة تمثال أبو جعفر المنصور باني بغداد وجامع أبو حنيفة النعمان ودلالات توقيت هذه الدعوات معنا عبر سكايب بن عمان الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق مرحبا بك معنا سيد حارث حياكم الله مرحبا بكم دعوات إذن أولا لإزالة تمثال أبو جعفر المنصور ثم جامع أبو حنيفة النعمان في بغداد من يقف خلف هذه الدعوات برأيكم؟ حقيقة هي ليست دعوات عراقية وليست من داخل العراق هي دعوات الطارئين والتابعين تحمل البصمة العدائية للعراق كل العراق وإن اتصفت بالمنهج الطائقي فإنما هي من باب تجزئة والاستفراد بمكونات العراق كل على حدة يعني من أجل أن يضعفوا المجتمع يواجهون كل مكون أو كل لون أو كل طيف بما يستفزه ولكن قبل أن يواصلوا هذه الدعوات المنكرة والمجرمة بحق العراق والعراقيين عليهم الإفصاح هؤلاء الذين يتسيدون المشهد الحكومي أو المشهد الميليشياتي في العراق عليهم الإفصاح عن قائمتهم في استهداف العراق إذا كان التمثال يضايقهم أو مسجد أبي حنيفة يشكل خطرا عليهم لا بد أن تكون هذه الدعوات غير انتقائية عليهم أولا تهديم الجسور لأنهم ليسوا بناتها كذلك عليهم تهديم القصور التي يتخذونها الآن سكنا لهم ودوائر للحكم لأنها ليست لهم ولا من ممتلكاتهم السؤال هل عليهم تهديم المدارس والجامعات مع أنهم لم يبنوا مدرسة أو جامعة بل أن صورة لدى كل عراقي صورة تنتمي إلى خمسينات القرن الماضي يظهر فيها صف للابتدائية إذا ما قارنناها مع صف عام 2020 تجد الطلاب يفترشون الأرض من دون رحلات من دون أي مستلزمات للدراسة هذه كفيلة بنقض كل ما يريدون الوصول السؤال الآخر يواجههم هل يظنون أنهم قادرون على محو العراق هل إذا أزالوا التمثال ستزال بغداد بغداد بما استقر في ذهن كل عراقي بغداد حاضرة الدنيا وغرطاس علم الأرض بغداد وعطر الزبيدة زاكن لمن حفظ الضمام نعم السؤال الآخر لماذا هذه الدعوات تستهدف هذه البعالم تحديدا جامع أبو حنيفة النعمان التمثال أبو جعفر المنصور ما دلالات ذلك؟ هل فم الدلالات لهذا الموضوع؟ الدلالة طائفية وهي كل ما ضاق عليهم الخناق يستهدفون الرموز الوطنية ويحاولون إثارة الشعب وإثارة المواقف وهذا ما علمناه خلال سنوات الاحتلال منذ 2003 وإلى اليوم دائما هذه المجاميع وهذه الميليشيات تكون ناطقة باسم إيران وأداة منفذة لمخططات إيران فهي تحاول أن تستفز العراقيين بهذا الشحن الطائفي إما هروبا من ضائقتهم أو مقتربات لتنفيذ مخططات يريدون النيلة بها من العراق والعراقيين لكن لماذا تصاعدت هذه الدعوات فجأة وتتكرر كل فترة بهذه الطريقة باعتقادكم؟ تصاعدت هذه الدعوات الآن أولا اقتراب الانتخابات الأمر الآخر أن هناك وعيا جماهيريا وطنيا اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي في المساحات الصوتية التي تعج بالمتحدثين انقسم المشهد إلى عراقيين وولائيين فهذا ما يؤرقهم الآن يريدون إعادة العقارب الساعة إلى الوراء من أجل الشحن الطائفي أولا لقطع الطريق عن الوعي الذي أنتجته ثورة تشرين الذي قضى مضاجعهم وهدد مشروعهم نعم طيب لماذا لا تقوم الحكومة باعتقال مروجي هذه الدعوات الطائفية كما تفعل مع نشطاء آخرين بتهمة إثارة النعرات الطائفية أو بتهمة بعض المطالب السياسية يا سيد الكريم الحكومة اليوم بشهادة أي عراقي مراقب للأحداث واجهة ورقية تمنح الشرعية للموارسات الطائفية ضد مفهوم الدولة والنظام وهي بصريح العبارة هيكل آيل للسقوط تتحكم بها قوة خارجة عن القانون وكذلك هي رهن توافقات الأحزاب الفوضى سيدة الموقف السيادة غائبة التبعية إلى إيران مسيطرة وإذا ما قارننا تغول الميليشيات وصادرت قرارات الدولة فالدولة عاجزة تماما على مواجهتها والدليل على ذلك استعراض الفصائل بسلاحها وبسيارات الدولة في وضح النهار وتهديدها لرأس الحكومة بصريح العبارة والحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئا فهذه الحكومة هي حكومة تففي الشرعية لممارسات الطائفية نعم تفضلت سيد حارث الأسدي وقال مراقبون في نفس النقطة أن هذه المحاولات تأتي من باب الاستغلال السياسي كنوع من الدعاية الانتخابية مع قرب الانتخابات البرلمانية والغريب في الحقيقة أن هذه الأحزاب أو من يقف وراء هؤلاء المروجين لدعوة الهدم المعالم التاريخية بدلا من أن يتنافسوا بالقوائم الانتخابية التي تعكس هموم البلد وبالبرامج الانتخابية التي تدعو للإصلاح يتنافسون بالدعوة إلى هدم رموز ومعالم العراق كيف يفكر هؤلاء؟ الشحن الطائفي والطائفية هي العمود الفقري للانتخابات وللنظام الذي جاء بعد 2003 كلما اقتربت الانتخابات يعود محرك الشحن الطائفي والتخويف من المجهول إلى الواجهة لأن الشحن الطائفي كفيل باستمرار هذه القوة مرة يخوفون الناس بالإرهاب مع أنهم يحتفلون باندحاره كل عام وأخرى بسلب الحكم من أيديهم ثالثة بالعمالة إلى السفارات مرة رابعة تحت لافتة نصرة المذهب هؤلاء جعلوا مقدسات العراقيين تجارة وأدوات للوصول إلى مشاريعهم فالطائفية والاستهداف الرموز هو يمثل لهم حبل النجاة من غرقهم نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ حارث لازدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين ترجمة نانسي قنقر